سنوات عديدة مضت على حكم القذافي الذي كان يدعي ان للمرأة حقا في المشاركة السياسية وبعد ثورة السابعة عشر من فبراير ومع اول استحقاق انتخابي للليبيين اجمع استطاعت المرأة الليبية فرض صوتها بالفوز على 33 مقعدا في المؤتمر الوطني عام 2012 رغم مشاركتها الخجولة في المرحلة الحاسمة لليبيا ومع اول انتخابات برلمانية تشريعية في البلاد قننت مشاركة المرأة في السياسة الليبية قصرا ولم تستطع فرض كلمتها بسبب المساحة الصغيرة التي توفرت لها في المجلس والان تشرف مجموعة من الناشطات والحقوقيات وبعض الشخصيات المستقلة والحزبية لجمع توقعات الموافقين على نظام الكوتة النسائية في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل وكذلك على حسم الجدل حول الحصة التي خصصها قانون الانتخابات وهي 16% اي ما يعادل 32 مقعدا من اصل مئتين وهي حصة ليست منصفة للنساء ويعد تجاهلا لما اتفق عليه في مؤتمرين برلين وجنيف الذين حثى مجلس النواب على اعضاء المرأة نسبة لا تقل عن 30% من جهة اخرى اكدت عضو مجلس النواب عائشة طبلغي ان دور المرأة لا يقل عن دور الرجال فهي الناخبة والمرشحة والمراقبة والداعمة وهناك العديد من النساء سجلنا اسماءهن في الانتخابات كما تتدرب مجموعة كبيرة الان على مراقبة الانتخابات وفي تصريحا لقناتنا قالت الدكتورة زينب هبيل ان ناشطة المدنية وعضو الحزب المدني الديمقراطي اننا ننادي بحقوق المرأة الليبية وطلبنا بالكتة النسائية وان تكون النسبة 30% مجلس النواب او في المواقع التشريعية في الدولة بنسبة 30% بدأناها بمؤتمر للمرأة كان في شهارة 12 في سنة 2011 في مدينة درنا وشاركت فيه نساء من كافة ربوع المدن الليبية من مصراتا من بنغازي من الجبل الغربي من طرابولس من المنطقة الشرقية من الجنوب الليبي من كل المدن الليبية كان فيه فندق اللؤلؤة وطلبنا بكوتا نسائية 30% بالإضافة إلى دعم المرأة في كل الوظائف التشريعية والإدارية والتنفيذية على مستوى ربوع ليبيا ثم تتالت المؤتمرات وتتالت الندوات والمحاضرات التصقفية في كل ربوع ليبيا وهي تنادي برفع مستوى تمثيل المرأة ولكن هي هات يعني ظل تمثيل المرأة من 10 إلى 16% ثم جاءنا هذا القانون المخزي اللي هو قانون رقم 10 لسنة 2014 وأكد فيه كوتة المرأة ب16% ولم تزد عن ذلك تعيش المرأة في ليبيا بين مطرقة الأمل في إنصف وجودها وسندان المجتمع الذي يحاول تضييق الخناق عليها ورغم كل محاولات تقليل نسبة مشاركتها في المقاعد السيادية وتجاهل كل القرارات المنصفة بحقها يبقى للمرأة الليبية دورها الفعال والواضح في المرحلة الحالية ومازالت تسعى لأن تكون في الصفوف الأممية حتى لا يتم طمسها ترجمة نانسي قنقر